قدد التحية وهذا فيديو جديد وهذه شتلات الفلفل وشتلات الفلفل من النباتات التي تزرع صيفاً لتعطينا الفلفل طبعاً من الخضر الصيفية الفلفل والبازنجان والخيار والقثاء وهذه المحاصيل الصيفية ولرغبة بعض المزرعين في زراعة هذه النباتات صيفاً يعني عفواً هذه المحاصيل الصيفية نتحدث اليوم 4 نوفمبر 2022 يعني احنا بدقين الموسم الشتوي فكيف نزرع هذه المحاصيل الصيفية في الموسم الشتوي مرة أخرى نوفمبر وديسمبر ويناير وفبرارة هذه أيام شتاء فكيف نزرع هذه الشتلات التي تحتاج جو حار في الموسم الشتوي العلاج هنا في هذه البيوت المحمية والبيوت المحمية أو كما نطلق عليها الصوب في صوب هذه صوب بلاستيكية هناك صوب زجاجية أو صوب خشبية وكما نشاهد هذه هو الهيكل الحديدي ثم يتم تغطيتها بالبلاستيك أو نوع مخصوص من البلاستيك وهذه هي البيوت البلاستيكية أو الصوب يتم زرعة هذه الشتلات كما ذكرنا وهنا شبكة ري بالطنقيد إذن يتبع كل وسائل الزراعة والرية الحديثة شبكة الري بالطنقيد كما نشاهد هنا تم زرعتها شتلات الفلفل كما نشاهد هنا داخل الصوب هذه شتلات الفلفل يتم رأيها بالطنقيد كل نبتة بجانبها التنقيد كما نشاهد نقاط المياه كما نشاهد راي بالتنقيد شاهد معي هذا هو راي بالتنقيد هذه الصوب البلاستيكية كما نوسك لتغلب على برودة الشتاء هذه البيوت البلاستيكية أو الصوب البلاستيكية شكرا وهذه ملامح الريف المصري المنتج للزرعة والدرعة شكرا شكرا